وأول ما أوصيكم به وأعظم ما أوصى به موصي وما يوصي به موصٍ إلى يوم القيامة تحقيق توحيد رب العالمين وحدوا الله اعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا والتوحيد أعظم حقٍ عُرِف وأشرف فرضٍ وصف وكيف لا يكون كذلك وهو حق ربنا سبحانه وتعالى الذي أوجدنا من العدم وربانا بالنعم سبحانه وتعالى أمرنا كله بيده سبحانه وتعالى ما من نعمةٍ نتقلب فيها إلا وهي من ربنا سبحانه وتعالى فحق ربنا علينا أعظم حق نوحِّد الله عز وجل في أفعاله نوحِّد الله في أفعاله فنعتقد أن الله هو الخالق وأن الله هو الرزاق لا يشاركه في ذلك أحد ونوحِّد الله بأفعالنا فلا نصرف شيئا من أنواع العبادة إلا لله عز وجل لا نصرف شيئا من أنواع العبادة ولو كان قليلا إلا لربنا سبحانه وتعالى نصلي لربنا نصوم لربنا نذبح لربنا نسجد لربنا ندعو ربنا نستغيث بربنا نستعين بربنا لا نشرك بالله أحدا لا نشرك بالله شيئا سبحانه وتعالى نوحِّد الله في أسمائه وصفاته فنؤمن بأسماء ربنا وصفات ربنا ونثبت معانيها الحقيقية لا نؤول ولا نكيف ولا نحرِّف نوحِّد الله سبحانه وتعالى وكيف لا نوحِّد الله وهو حق ربنا كيف لا نوحِّد الله والله خلقنا من أجل التوحيد وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون الله عز وجل بعث الرسل من أجل التوحيد